أشهد القادة الأوروبيون في آخر قمة تحضرها المستشارة الألمانية أنخلة ميركل بدور هذه السيدة في الحفاظ على الوحدة الأوروبية وتطويرها وقال أيضا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل شبه ميركل وقال بأن أوروبا من دون ميركل تشبه روما من دون الفاتيكان وأيضا فرنسا من دون فاريس للحديث عن هذه الحقبة الجديدة في ألمانيا وأوروبا من دون المستشارة الألمانية أنخلة ميركل نرحب معكم بالأستاذ لؤي المدهون خبير دي دابليو للشؤون الألمانية والأوروبية مساء الخير أستاذ لؤي مساء النور أهلا وسهلا يعني ربما أول سؤال يتبادر للذهن في هذه المرحلة كيف سيكون شكل ألمانيا وأوروبا من دون المستشارة أنخلة ميركل نعم أعتقد هذا السؤال الذي يطرح الآن في أروقة السياسة في ألمانيا وأوروبا بالنسبة لألمانيا أعتقد أن مع رحيل المستشارة ميركل تطوى صفحة هامة من التاريخ السياسي الحديث للديمقراطية الألمانية فترة 16 عاما سيطرت عليها أو هيمنت سيدة ميركل على آلية صناعة القرار السياسي ليس بسبب سياستها الاستعراضية أو العنترية ولكن بسبب هدوئها وابتعادها عن العنترية التي ميزت المستشار السابق شرودر وميلها إلى التواضع وإلى الموضوعية على السعيد الأوروبي طبعا السيدة ميركل قالت أكثر من مرة أنها مرتبطة وأن مصير ألمانيا جزء من مصير الأوروبي وأن وحدة ألمانيا جزء من الوحدة الأوروبية وأن هذا الهاجس مستقبل اتحاد الأوروبي هو سيطرة على سياستها بصرع عمل لذلك يعني الكل يترقب ماذا سيحدث في ألمانيا الأمر الآن يسير نحو تشكيل حكومة جديدة يقودها الاشتراكيون وسيقودها سياست تحترمهم ميركل قالت أنها تفق بوزير المالية شولس الذي عمل معها سنوات طويلة وعلى السعيد الأوروبي الأمر يتعلق الآن بمثال يحدث في فرنسا وبتطوير آليات جديدة للتوافق الأوروبي نعم هذه السيدة التي لطالما وصفت بها سيدة الحديدية كما قلت لكنها كانت هادئة في اتخاذ القرارات ومثال عجاب الكثير من القادة الأوروبيين وأيضا حول العالم اليوم في العالم العربي لطالما يكون القلق حول تغيير في السياسات الخارجية لألمانيا تجاه القضايا العربية ماذا تعتقد حيال هذا الأمر؟ لا أعتقد أننا تغيير جذري أو تغيير كبير في المقاربة الألمانية للدول العربية للعالم العربي لا أعتقد ذلك لأن السياسة الخارجية الألمانية بصورة عامة تقوم على قواعد أساسية مرتبطة بالحفاظ على القانون الدولي واحترد دمج السياسة الخارجية الألمانية داخل آلية الاتحاد الأوروبي وأيضا طبعا الحفاظ على المصالح التجارية لألمانيا ألمانيا كما نعرف أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ومصالح وعلاقات ألمانيا التجارية مع العالم العربي هي من توجه السياسة الخارجية لذلك لا أعتقد أننا سنعايش تغييرا حقيقيا في السياسة الخارجية الألمانية تجاه العالم العربي ما سنعايش هو تغيير في الأولويات فيما تعلق بالتركيز على موضوعات معينة موضوعات ديمقراطية حقوق الإنسان في بعض الدول موضوعات أخرى تعلق ببناء الدولة بزيادة التقليل حدة المزاعة الدولية نعم ربما تريد أن تقول بأن ميركل قد وضعت ربما أصص لهذه العلاقات الخارجية مع العالم العربي وبالتالي الاشتراكيون الذين يرجح أن يستلموا من بعدها سيتابعون على نفس المنوان نعم نعم أعتقد طبعا نحن أمام تحالف سياسي جديد أتوقع أن التحالف الجديد الذي سيجمع الحزب الاشتراكي ولكن أيضا الحزب الخضر الذي يمكن أن يتولى وزارة الخارجية والحزب الليبرالي الحور هو تحالف جديد سيحاول التغيير نوعا ما من توجهات السياسة لكن إذا تعلق الأمر بجذرية أو باستمرارية الأولوية السياسة الخارجية الألمانية فهذا لن يتغير لأن هذه الأساسيات وهذه الثوابت محددة من سنوات طويلة لكن الأمر طبعا يتعلق بالشخصية يعني هناك يمكن اهتمام أكثر بمنطقة الخارج العربي يمكن ربما تحسين التعاون مع دول شمال إفريقيا تحسين آليات التعاون الإقليمي هذه أشياء قبيلة سنعرفها في الأسبوع القادم بالتأكيد لكن كما أنا لأنخلا ميركل الحسنات التي ذكرتها لها سيئات بالنسبة لبعض الساس الأوروبيين وفي مقدمتها انتقادات وجهت لها في طريقة التعاطي مع ملفات خارجية وتحديدا موضوع السياسات أو سيانة المؤسسات الأوروبية من التهديدات وتحديدا الروسية والصينية ما الجديد الذي يمكن أن يحصل في هذا الإطار بعد رحيل ميركل؟ نعم أعتقد أن هذه الاتهامات مبررة نوعا ما لماذا؟ لأن المستشارة أميركل حاولت أن تقوم بتربيع الدائرة حاولت الحفاظ على مصالح ألمانيا من جهة الحفاظ على وحدة البيت الأوروبي وأيضا محاولة دمج روسيا داخل آلية الأمن الأوروبي المشترك وهذا لم تنجح في الواقع لأن روسيا لها أجندة خاصة سيد بوتين يعني يسير على نهج آخر وأيضا صعود الصين عقد السياسة الخارجية الألمانية لأن الاقتصاد الألماني مرتبط كثيرا أو بشكل عميق بالاقتصاد الصيني وهو ما أدى إلى أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة لن تتغير نسبيا ولكن الأمر يعتمد على طبيعة وزير خارجية الألماني القادم وعلى طريقة تأثيرها على المجال الأوروبي بمعنى أن أوروبا تحتاج إلى مقاربة مشتركة للتعامل مع التحدي الروسي ومع التحدي الصيني ألمانيا لوحدها لا تكفي رغم أنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا شكرا لك أستاذ أبناء المدهون خبير دي دابليو لشؤون الألمانية والأوروبية كنت معنا من بون